استقبل القنصل العام لبلادنا عميد السلك القنصلي بجدة سفير علي محمد العياشي القنصل العام لجمهورية اندونسيا بجدة سيد ايكو هارتوز حيث عبر العياشي عن تهانيه بمناسبة استلام مهام عمله الجديدة حيث قدم السفير العياشي شرحا مجزا حول آخر المستجدات على الساحة اليمنية والجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة الأزمة وفقا لمرجعيات الحل السلمية المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلاة كما تطرق اللقاء إلى بحث التعاون في المجالات والشؤون القنصلية والتنسيق والتعاون في إطار الوسط القنصلي والمجتمع الدبلوماسي بجدة من جانبه عبر القنصل العام الاندونسي عن شكره وتقديره على حسن الاستقبال معبرا عن تمنيات بلاده تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع اليمن ترجمة نانسي قنقر